ما هو برنامج الإلستريتر؟ هو مشابه لبرنامج الفوتوشوب في الواجهة والاستخدام ويعتبر احد البرامج المهمة والقوية التي يستخدمها العديد من المصممين المحترفين والهواة في شتى انحاء العالم للرسم وتصميم الشعارات بالإضافة إلى رسم شخصيات الكرتونية كما يستخدم في تصميم المواقع الإلكترونية أو التصميم الفنية ومن أهم مميزاته أنه يعتمد على الرسم المتجهي الفكتور بدلا من البكسل والذي يتميز بعدم تشويه الصورة بعد تكبيرها وقد استمرت الشركة بتطوير البرنامج كل سنة ليتوافق مع احتياجات المستخدمين ومتطلبات السوق في نسخته الجديدة Illustrator CC 2015 وقامت الشركة كعادتها بإضافة العديد من المميزات مثل تحسينات في الواجهة الرئيسية سرعة أداء البرنامج وغيرها تنقسم الواجهة الرئيسية للبرنامج إلى عدة أقسام شريط القوائم Menu يمكننا في شريط القوائم التحكم بجميع خصائص البرنامج مثل التحكم بخصائص البرنامج فتح مشروع جديد إضافة مؤثرات للمشروع تحرير المشروع وغيرها شريط الأدوات Tool يحتوي على عدة أدوات تمكنك من التعديل على الرسومات الشخصية الكرتونية أو تصميم الشعارات مثل أدوات التحديد، أدوات القطع، أدوات الرسم وغيرها خيارات الأدوات Option عند النقر على أداء في شريط الأدوات سوف يظهر شريط الأداء المختارة وكل أداء لها خياراتها الخاصة النوافذ Window فائدة النوافذ هي تقوم بعملية فتح تفاصيل الأداء التي قمت باختيارها من شريط القوائم منطقة العمل يمكننا من معاينة آخر التطورات في المشروع شكرا للمشاهدة